في لندن أيدت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز ترس حل بروتوكول أيرلندا الشمالية وكانت ترس قد أظهرت الكثير من التشدد حيال هذا البروتوكول الذي هو صفقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتقسيم المملكة المتحدة إلى مناطق جمهوركية مختلفة لتجنب ضوابط حدودية مشددة بين جمهورية أيرلندا والشمال وقبيل إلقاء ترس كلمتها أنقى المتظاهرون الطلاء على الطريق خارج مجلسي البرلمان في لندن فيما قامت الشرطة باعتقال عدد منهم وقاد هذه التظاهرة مجموعة من النشطاء المدافعين عن البيئة والحيوان وقالت منظمة Animal Rebellion أن أنصارها قاموا برش الرصيف باللون الأبيض لمطالبة ترس بمواجهة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والتغير المناخي والأزمة البيئية أشرف سعد مرسلنا في لندن ينضم إلينا أشرف إذن بداية قليلا متعثرة للز ترس ولكن كيف ستتعامل ترس مع هذه القضايا يا ترى؟ هي في الحقيقة بدأت على الفور تشكيل الحكومة لم يستغرق منها وقتا طويلا قبل طلوع فجر اليوم كانت قد شكلت معظم الحكومة وكلفت الوزراء بالمناصب الرئيسية فيها ثم شرعت على الفور في عقد اجتماع للحكومة لبحث الخطط التي يتعين وضعوها وتنفيذوها لتحقيق الهداف المرجوة بالطبع المهمة الأولى على أجندة هذه الحكومة هي التصدي لأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود هذه هي المشكلة التي تؤرق بال المواطنين البريطانيين الآن بعد أن ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء ثمانين في المائة قبل أسبوعين تقريبا ويتوقع أن ترتفع أكثر خلال أشهر الشتاء ولكن الخطة التي ستعلنها التراس غدا والتي تتكلف مئة مليار جنيه استرليني ستكون مثبتة لهذه الأسعار وستضع حدا أقصى للارتفاعات في الأسعار حتى الانتخابات المقبلة عام الفين واربعة وعشرين السؤال الذي لم تجب عليه تراس حتى الآن هو من أين سيأتي هذا التمويل بالطبع وزير المالية الجديد عقد اجتماعا مع البنوك المقرضة الرئيسية في بريطانيا ربما لتدبير هذا التمويل وإيجاد منافذ لتمويل ليتحمل دفعه الضرائب البريطانيون هذا الفارق بين الفواتير والتكاليف الحالية بالطبع ستلجأ تراس أيضا إلى التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال المورد الرئيسي للنفط في بريطانيا وستلجأ ربما إلى أسليب أخرى من تخفيض الضرائب تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المائة وبعد التخفيضات الأخرى ستغير خطة بورش جونسون التي كانت تقوم على رفع معاشات الضمان الاجتماعي لاستخدامها في تطوير هيئة الخدمات الطبية لتوفر تمويل آخر غير هذا التمويل لهيئة الخدمات الطبية بالطبع المسألة معقدة للغاية ولابد أن تجد تمويلا يضمن لها تحقيق هذه الخطة شكرا لك أشرف سعد مراسلنا في لندن ترجمة نانسي قنقر